نقطة للصين نقطة لطاجكستان وكانك تقول أنه تشاهد هذه المباراة في كأس آسيا لأن البطولة زيد عدد المنتخبات ولا ممكن هذه المنتخبات ليست من المنتخبات التي تتابع لها مباراقة ريح مباركة متكافعة بشكل جدا كبير مع بعض الأفضلية لطاجكستان ويعني النتيجة مهمة كانطلاقة خصوصا أنت تلعب في مجموعة البلد المضيف قطر التي تقريبا ضامن أحد هذه المقاعد فمهمة الحصول على المركز الثاني أو الحصول على أحد أفضل الثوالثة التي تأهل من هذه المجموعة ستكون مهمة صعبة جدا ولكن برضو منتخب الصين لما نتكلم على أحد المنتخبات التي نقول كمالة عدد تاريخها مميز جدا كأحد الأقطاب الكبرى في آسيا لكنها ابتعدت طبعا عن المشهد البطولات والمنتخبات القادرة على وضع بسمة ومنافس دائما تبقى من المجموعات التي نقدر نقول أن التأهل فيها مضمون لمنتخب قطر ومن يستطيع أن يتأهل بعض منتخب قطر حتى الآن طبعا فريقيا من التقاسم والمباراة ما بيّنت الأفضلية في هذه المجموعة حتى الآن خصوصا ولبنان يخسر بالنتيجة ومستوى أمام قطر في البداية ترجمة نانسي قنقر